المعزول ورق إذا لم إذا لم يقترن بإيه إذا لم يقترن بإيه بحل أحزاب إرهابية أخرى ده أنا أقول لكم بصراح الحزب مصر القوية قال لكل بتوع الإخوان المتطرفين خدهم سجلهم عنده دلوقتي أعضاء وعشان يخشوا الانتخابات باسم حزب مصر المفترية اللي بقولوا عليه ده مصر قوية بعيدة عن أشكال تتخذ الدين سطار وتطمح في السلطة على حزاب دماء المصريين مصر أكبر من هؤلاء الأقزام اللي بيتمسحوا في كلمة مصر القوية مصر القوية قوية بشعبها اللي هو أنتم المدنيين اللي بيحبوا بلدهم اللي قاموا بصورة 30 يونيو والله قاموا بصورة 25 ينار وتخطفت منهم لكن مصر مش قوية أبدا بالمتطرفين بالعكس المتطرفين هم السوس اللي بيخرم في جبين مصر وهيضيع أجيال وأجيال من مصر لو استمر مصر قوية بيه كنت عشان كده بقولك الموعد اللي جي مناسب دلوقتي لما لقنا أن هذا التحالف لا يقل قطرا عن حزب الحرية والعدالة بل الآن أصبح أكثر قطورة بعد أن استوعب أعضاء حزب الحرية والعدالة وغيرهم من المتطرفين ده عندنا مفاجأة أخرى بعض هذه الأحزاب ثبت وده تصريح خاص لكم ثبت أن بعض هذه الأحزاب في التحالف دعم الشرعية تدعم ما يسمى بتنظيم داعش لدخوله مصر عايزينا نسمع لهم بعد كده يتواجدوا كسياسيين كمان يبقى احنا ناس مقصرين في حق بلدنا يبقى احنا ناس مش مقدرين يعني إيه إن احنا مصريين ولنا تاريخ ولنا عراقة لازم نحافظ عليها مصر النهاردة لابد أنها تخلص نفسها بشعبها من هؤلاء المتطرفين ومن دانس الإرهابيين ما يسمى بتنظيم داعش اليوم تحاول هذه الجماعات المشكلة لتحالف دعم الشرعية عن طريق قطر وتركيا ادخال تنظيم داعش إلى حدود مصر سواء عن طريق ليبيا أو غيرها لكن أنا بشيد هنا بحي معاكم القوات المسلحة المصرية لأنها راسل التحرقات كل الذين حاولوا أن يخترقوا حدود مصر سواء الغربية أو الشرقية أو الجنوبية مع السودان تهيى لجيش مصر العظيم والجنود المرابطين على خط النار مع أعداء لا نعرف عن هويتهم شيء واتلقون على أنفسهم داعش لذلك لن نتسامح ونحن هنا في محراب السياسة في أن نترك جنود مصر في مواجهة النار ونحن نسمح بانهيار داخل الجبهة الداخلية عن طريق ما يسمى بتحالف الإرهابية تحالف دعم الشرعية المزعوم لذلك أصبح الوقوف أمام هذه الجماعات ضرورياً ولا رجعة ولا تقصير ولا تقاعز في هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر